موسيقى وقفت بعض المناطق في مدينة تعز سدا منيعا أمام تمدد الميليشيا رغم ترسانتها العسكرية التي حشدتها إلى هذه المناطق أمر أثار حفيظة الميليشيا وذهبت إلى استجماع كل أساليبها الانتقامية المعهودة في أغلب المناطق تمثل بسياسة التضييق والتجويع والحصار لكنها أضافت هنا شيئا انتقاميا أكبر تمثل بعمليات القصف والقنص والتدمير بشكل أكبر ومفرط ترجمة نانسي قنقر أسفل جمل صبر من الناحية الشمالية الشرقية يقع حي ثعبات المعروف بسلة غذاء المدينة حي لا زال يتسم بطابع معماري يمتد جذوره إلى عهد الدولة الرسولية أعتبر إبان الحكم الإمامي بمثابة الحديقة الخلفية وصمام الأمان لمقري الحكم الواقعين في منطقة صالة شرقا وحي الشهداء في الجحملية شمالا وكغيره من مناطق تعز واليمن سرى فيه قانون التخطيط الإمامي الذي أفرز في أوساطه رؤى وتوجهات متداخلة في الثمانينات أذكر ناس من حق السرارين كانوا ينزلون أيام عقبات كان عدو عقبات رئيس الاستناث هنا عبدالله أحمد عقبات كانوا ينزلون نخرج من الصلاة للجمعة وعليهم عصابة سود نسألهم ما إينا سأل لكم قالوا إحنا مصال لعلنا لا جمعة ولا جماعة أنا معفين من الجمعة ولا جماعة هذا من المنطقة الصرية ونعرفهم كانوا ساكن عندنا هنا هذا كان تخطيط فقط الإمام كان يسمى تخطيط يدي يعني الناس من المشرق ويعيشوا هنا عندنا يعني كحماية للمنطقة حماية له يعني الناس كلهم ما يتحركوا إلا يعني هم متخوفين هنا عندنا بالقرية كان فيه بيت داخل حوالي عشر خمسة عشر نفر في القرية الثانية كان هكذا كل بيت كل قرية معهم خمسة عشر خمسة عشر نفر يعني مخططين من عند الإمام تكمن الأهمية الاستراتيجية للجهة الغربية من حي ثعبات بكونها تطل على شرق ووسط المدينة إضافة إلى التحكم بالمدخل الشمالي للجبل صبر والمنطقة بمجملها ترتبط بمدخل واحد فقط كان يعرف قديما بباب الجند لذا أرجت الميليشيا في بادي الأمر اجتياحها واكتفت بنصب نقاط تحكم بمداخلها التي من خلالها مارست سياسة التضييق والحصار بحق ساكنيها الخط المار من ثعبات هو خط الإسناد الوحيد أو خط التعزيز الوحيد بالنسبة للميليشيات في صبير وأيضا في حي القمهوري والقلعة القاهرة لو ما أشتدت الأمور ضغطوهم ما أخلو الأداء ننزل ينزل ولا طالع يطلع الناس كانوا ما يفرؤون الذي يعني يتحربه الذي يجيله مصاريف من المدينة الناس باعوا ذهبهم إن شاءنا هم باعوا ذهب النسبان باعوا دعنا الأراضي حقنا والله أن حوالي سنة أننا باعوا أراضي من من ممتركاتي وعشنا ها من هنا إشنا أكل ونشرب لن هنا إشنا أكل ونشرب ما فيش كل واحد كان يعني معتمد على ذهب مرتو ولا بنتو ولا أختو باعوا وأكل يشرب الناس هنا ما عندهم شعهد ولا عندهم إيمان ولا عندهم إحنا نقول لا إله إلا الله إحنا كفار إحنا نقول أنت كل ما يتقول دواعش إحنا دواعش محاصر تعز أربع سنين أربع سنين محاصره هذا طيب بأسمين من أنت لما تقول أنت محاصر تشكي من متر صنعة وما تشكي من تعز الذي أنت محاصر له أن يموت الأطفال والشيوخ والناس يروحوا من مكان إلى مكان يسافروا من مكان إلى مكان وما يقرأوا وما يقرأوا في الجبهات الأمامية أدركت ميليشيا صالح والحوثي أهمية السيطرة على حي ثعبات وعندما فكرت بتدارك الأمر كانت الصورة القاتمة لممارساتها الاستفزازية أثناء الحصار بحق ساكنيها قد آتت ثمارها ووجهت برفض شعبي ومجتمعي لم تستطع الصمود أمامه وبالفعل أجبرت على التراجع إلى الأطراف الشرقية لها بليلة واحدة حاولوا أنه ليس يدخلوا القرية هنا وقعوا الرصدة العمومين وطلعوا من عند المحطة ليس يطلعوا ثعبات الشباب كانوا عدم ما عارفوا حرب ولا عارفوا معناته أنه مقاومة ولا شيء هكذا عموا من الجامع كامل من الجامع نزلوا كثيرين والتقوا معهم فقد المحطة منعوهم من الطلوع نهائيا معتدي عليها وإنتا تقولنا مش اعتداء أنت ما ننسى لك يا أخي أنا أنا إذا طعلك صنعه بالدبابي حقين وإذا شتخلي طلع إذا طعلك كل أنا حافين بس حافين أنتشتقون لهم تعيشت بساكني وشتعقنين وشتقتنين لأننا منتعس داعشين لكن احنا نتقبل النقر نتقبل رأي الأخر نتقبل الناس على عين ورأسنا متعيشينهم والآن نتشددهم إيران أما أنهم قوة أصلا هم ما مش قوة هم فرقة من المفرقة الإسلامية يعني منحازين وخارجين عن الشرع يعني يدعوا الإسلام وهم خارجين عن الإسلام وخارجين عن الشرع ويرودوا يسيطروا على البلاد ويغيروا نظام الحكم وغيروا أيضا نظام التعليم داخل البلاد على حدود المنطقة من جميع الاتجاهات استطاعت الميليشيا أن تجد لها تموضعا نسبيا في كل من حي المنزل وحارة قريش والجحملية شمالا ومبنى الهلال الأحمر اليمني ومنطقة صالة والمكلكل شرقا عندها قامت بشن عملية قصف انتقامية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بشكل عشوائي لم تستثن فيه أحد المنطقة كانت ظاهرة وواضحة للعيان بحيث كان القناصين يعني لا يترك لا كلب ولا امرأة ولا طفل ولا شخص تيمشي فكان الناس يتخذون من بعض الأماكن يعني يمرون هنا من السوائل إلى أن يصلوا إلى الدمغة يعني مخاطرة كلها كانت عبارة عن مخاطرة وطبعا راح شهداء كثير أنا أشتشهد عليها ثلاثة فؤاد محمد عبده ووليد محمد عبده ووالد عبد محمد أحمد حيث أن والدي هذا كان في الغرفة وقالوا ووصلت إلى حبا مضاد لأنه كانت ضربت ليلا ونهار فوصلة حبا مضاد قال عنوص الرأس حقه مع المخ فكان الصباح نقيمه مع أبوه إلا نصر الرأس والمخ قد هو ميت لم ندني حنا قلت للضربة إن قبل الفاقر أن نصر ليل أما بالنسبة لوليد محمد عبده فعندما استواه هجمه قالوا يا مواطنين يا جماعة الشارع ملآن قتلى وقرحة حرم عليكم إذا ما استركم شاء أخذوا القتلى أخذوا القرحة فذهب ابني وليد محمد عبده لأخذ القريح فعندما أخذ القريح ورفعه فعندما أخذ القريح ورفعه على كثفه القنص قنصه إذا كان عدو القريح يصيح وأيبين يستشهد حالا لم يمكن أحد من الفرار تقمدهم الله بوسع رحمته أما بالنسبة لفؤاد محمد عبده فكان قاسع بالخط وحسره اشتباكات وأرضوه شهيد ولم يكن له ذنب موسيقى لأكثر من عامين وقذائف الموت الميليشياوية تنهال على المنطقة فما من منزل إلا وأصابته رصاصة قناص أو قذيفة دبابة عاش الأهالي على وقعها أياما وليال صعبة جدا هجروا أعالي المنازل واتخذوا من أقبيتها ملاذا آمنا يحتمون بها لكن هذه التدابير لم تشفع لهم أمام كثافة قذائف الميليشيا المتواصلة بدل ما قلنا نحن في الدور الثاني ندلنا الدور الإسفل من القذائف يعني ما بوش بيت إلا وهي مقصوف ما بوش بيت داخل البلاد إلا البعيدات عن الضربة الذين بعيدات عن قعشة وأنا السلال كما هذين ذي حين هنا بعيدات هذا سبظه قائن من عند القاهرة واحدة تقع هنا تقع واحدة هنا قعب هذا نبيت رجال لفق بيتنا هذا نبيت رجال لفق بيتنا يقولوا لنا هذا من القرية سفرة باب رجال لونه ودوا لنا هذا باب شدوه هنا لالخلق دخلها عندنا لمعي أعميتنا خلنا نوالين خلنا نوالين مو اللذي عمينو مو اللذي أسيانو مو اللذي أشياليانو طيّروا لنا بيت لنتداري كيفين لما نخل ما أتبقى عيليا وضباسة حكا هواتي والخولة ديه معادي هنا قارسي لنا دهونا باب أما كان يكون كل قدوة ملمو متبخ ومتبخ الكبير قد نشنقس في حنا خيلة الصف هو قتله حوالي اثنين أبو أخوه اسمه عبدو ومرات أخي هنا بادل بقاهوه يبزي علمه بلنا خربوا اللقمه بيدو أكل اللقمه عاملة بيدو وانا شوالي قلش يرجمه ماء 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 أحمد مات أتعجب ببنا عجبه أتعجب ببنا عجبه لا حل ولا قوة إذن بالله العليا العظيم حسب الله ونعم الوكيل تخيل في بعض الأيام كنا نعد نعد القذائف تصل إلى 120 قذيفة هاون 120 قذيفة في ليلة واحدة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفقر يعني الناس كلهم يعني متوقع القذيفة فوق بيته لكن بفضل الله كانت يعني الأمور بحسب حجم القذائف هذه يعني الحمد لله الشهداء ربما ما فيش تناسب وهذا بفضل من الله عز وجل قصص الإنسان التي خلفتها قذائف ميليشيا صالح والحوثي في حي ثعبات تفوق قصص الدمار فما من منزل ولا دار إلا وفي أفيائه حكاية حكاية تظهر مدى الجرم الميليشياوي المقترف بحق المدنيين الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء وعابري السبيل كان لهم الفضل بعد الله عز وجل أنهم ردعوا هذه الميليشيات برغم الهجمات اليومية يعني كان ما يمر يوم إلا وفيه هجمه من الساعة ثمانية الليل يعني بعد العشاء إلى الساعة ثلاثة الفقر يوميا كم مهول من القذائف وهذا اللي كان له دور كبير في استشهاد كثير من المواطنين معي خالد ومعي ابنه ومعي ابن خين وانا مصاب هنا ومالتي مصاب وابن الثالث مصاب ما لك أنت كل النحن مشقدفين يا شفت لحلقة كانت نظربنا كم من هنا من عند المطار والحن شاهدوا كبيروا هنا كل شباب كل من خمسة عشر إلى عشرين إلى خمسة وعشرين إلى إثنى عشر نفر سنة كل شباب مو فعلوا هذا لأن هذا ما مش عليهم شيء ولكن الله سبحانه وتعالى حبهم المهم قنا لك دمروا صغير كبير حتى الحيوانات يعني أحد الناس تقع قريفة قين بيته يخرج يسأل قيرانه هل في واحد أنصاب منكم في واحد حصل له شيء يقولوا له الحمد لله ما في الشيء يدخل وينام ويبكر الصباح اليوم الثاني يتفاجأ أنه الذي يقتل أو الذي يستشهد منه أبوه وقال من التاقة يأمل للمقتل يقع خارج يقول الله حسان يخرج حسان يخرج هو من الزعام يقول الله يخرج من المكان خارج من شوار واحد للشارع تضرب قليلا وما خارجه مهاله وكورشه لخارج حسان يخرج من المستشفى ماذا جدنا الخبر لبصنعه وحنا مغالف نقطين يصلي طلع الرقل كان قارس عند عبدو حسن وقد سوء الدول الثالي طلع قال السلام عليكم عليكم السلام وانا قال قول الله ويا فتحية اللي هو حسان تصلي وانتصلي من المستشفى عندما قال وش من درموا بينهم قل الله لا وضاك من حال الجهازات رصين قل قول يا نا هذا حريق قول مستجبال عسكري عندما جز المجاه غرفة العمليات قال قول يا حسان قل مستجبال عسكري حريق هو أخو فكر وكان كلما تنسعه يتصلي لنا طلع الرجال من عند عبدالحسان يقوليني وابينت هيك اني جميه كفقا ما كنت خير السلام عليكم السلام عليكم السلام صليك انا قلنا الله عليك خليه صليق قومي صليع من كلاك عدن حمد كلاك شكر قل الموب وموهر واذا اخب بنت اتصل من هنا اتصل لبنت قليه حسان مات اللبنت خعره من هك حقره مسافة البيت نفس مو ابوه مو بيابة حياة مو بيابة حياة وقاله حسان مات خلاص الحمد من الله وشكرنا الحمد لله ومعش من اليمان يكون قبر الله موسيقى هذه المقبرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاثة اعوام احدى الشواهد الحقيقية التي تلخص حجم العنف الممارس بحق ابناء هذا الحي الساكنون في جوفها ليسوا كل الضحايا فهناك من تطايرت اجسادهم ولم يلقى لهم اثر واخرون لم يسمح قناصو الميليشيا لاهاليهم انتشالهم من المناطق المواجهة لخطوط التماس الامامية اول مجزرة كانت عبر عن صاروخ كتيوشا حط هنا في الساحة منطقة الجامعين في الساحة في الزيفلد لدرجة انه جاء فوق احد الاشخاص مع الحمار يعني فاختلط اضع لحمه مع لحم الحمار الدم كله شلوت القذاف لداخل عصب البيت كله مخزاق كله منقبع واللحم عرضية والدرقية كله لحم نازل من القولة المقاتل يقع الحمار هو قوني الدقيق اكثر من مئة شخص فقدناهم وفقدنا اكثر من مئة ومئة وخمسين فقدنا العضاء فقدناهم فقدنا احبه نساء واطفال اكثر من اطفال كانوا يروحوا اكثرهم كانوا اطفال يروحوا يتسوقوا او يدرحوا مثلا ينفعوا ابوتهم للتاكين وكانت تقل القضيفات وتقل شضايا تقل لهم بالرأس تقل لهم بالقاب في كثير من الاطفال مش طفل واحد ربما يعني كان يمر لم يمر اسبوع الا وهناك مجزرة سواء بشيوخ ام بشباب ام باطفال السيتات لهم مقبرة كانت قديمة الكبار ثم هقرت ورجعت الاطفال ثم عادت الان لشهداء موسيقى تجاوزت الميليشيا الانقلابية كل الشرائع السماوية والنظم والاعراف الدولية وحتى التقاليد الاجتماعية بهذه الجرائم التي ارتكبتها في هذه المنطقة والمعروض هنا ليس الا عنوين لواقع مملوء بقصص الاهات والألم المترجم للقع المترجم للقناة الاحية المترجم للقل المترجم للقناة شكرا